مرحبا بالجميع من بين أكثر الأسئلة التي تصلنا كيفية تحويل صورة ثابتة إلى صورة بالأحضان مع الجد أو الجدة أو شخص عزيز متوفي بالذكاء الصناعي كيف نقوم بذلك تابعونا في هذا المقطع في البداية وقبل الدخول في الشرح نرجو من الجميع الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب في مرحلة أولى نقوم بأعداد الصورة الثابتة نقوم بتجميع صورتين في صورة واحدة ونستخدم تطبيق تحرير صور في هذا الشرح سوف نستخدم تطبيق كيك سارت سوف نقوم بجمع صورتين في صورة واحدة نستخدم أو نختار مساحة فارغة ثم نضغط على صورتين نقوم بتعديل الصورتين بذبط الأبعاد من الأفضل أن تكون الشخصيتين بنفس الأبعاد ثم بعد ذلك نقوم بتسوية الصورة ونقوم بحفظ الصورة في الجهاز الآن نتحول إلى الموقع بالذكاء الاصطناعي تجدون رابط الموقع بالذكاء الاصطناعي في الوصفة أسفل الفيديو نقوم بالتسجيل في الموقع نضغط على مواصلة ثم هنا في هذه الصفحة نضغط على تحميل الصورة التي قمنا بأعدادها ونضغط على إضافة هنا في الوصفة نضغط أو نقوم بكتابة حزن بالأنجليزية ونضغط على السهم الموجودة في الآلة ننتظر قليلا حتى يتم أعداد الصورة نمرر الآن إلى الأسفل قليلا وتنتظر حتى يتم تحويل الصورة الثابتة إلى صورة متحركة بالأحذان وكما تشاهدون هذه النتيجة أحيانا العملية تكون في دقيقة وأحيانا أخرى تصل إلى خمسة دقائق في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يسلكم كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر